السيد النائب المحترم ظفر لصغير النطق رسمي باسم الكتلة الوطنية المستقلة استضافر مرحبا مرحبا وشكرا على استضافة لو كنت قدمنا ساعة الكتلة الوطنية المستقلة الكتلة الوطنية المستقلة هي ثاني أكبر كتلة في البرلمان التونسي اليوم واحدة وعشرين عضو شنو يلمكم؟ شنو يجمعكم؟ يجمعنا اللي احنا مجموعة عنا مدة قاعدين نحكيه مع بعضنا من اللي خرجت النتائج النهائية للانتخابات ومعنى قاعدين نحكيه قاعدين نتقارب وقاعدين نشوفوا الأفكار فمبارشا نويب قربه فما ناس خرجت كل شيء دونك في الأخير الوحدة وعشرين هذن معنى عنا اتفقنا على موضوع على مواضيع مهمة معنى بش نحكيه فيها ومبادرات تشريعية اللي احنا بش ندافعوا عليها في البرلمان دونك عنا برشا مشترك مبيناتنا مش نحاولوا انه انه نقدموا به هو النتقار رسمي باسم الكتلة الوطنية المستقلة واحدة وعشرين نائب يشرف في الأثناء براهيم بودربيلة رئيس مجلس النواب الشعب يوم الخميس البارح على اجتماع الرؤساء الكتل حضروا نائب رئيس المجلس وخصصا لنظر في اختيار المسؤوليات بمكتب المجلس وذلك عملا بأحكام الفصل واحدة وثلاثين من النظام الداخلي اللي تنص بالخصوص على انه يتم اعتماد النواب المساعدين للرئيس ما عدا نائبه بالتمثيل النسبي وللكتل الأكثر الأعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة ويراعي في ذلك حسب مجموع غير المنتمين حسب ما أفاد بيان صادر عن البرلمان وأفضل الاجتماع لشنوه إلى توفق بين رؤساء الكتلة على اختيار ممثليهم في المسؤوليات في مكتب المجلس ومن المنتظر أن يتم الاعلان على ذلك خلال الجلسة العامة التي تنع قد اليوم بداية من ساعة ثلاثة بعد الظهر اليوم وين وصل التركيب أحضرت أنت سيدك في اللقاء هذا لا أحضر سيد رئيس الكتلة سي عماد ولاد جبريل الآن الكتلة المكتب المجلس اليوم نعرفه تركيبته ولا ما زال؟ بالضبط نعرفه تركيبته حسب النظام الداخلي لدينا مجموعة غير المنتمين هم يحبوش اسم كتلة عندهم زوز بلايس في المكتب صوت الجمهورية عندهم زوز بلايس كتلتنا احنا كتلة الوطنية المستقلة عندنا زوز وبقية الكتل واحد واحد البرح نعرفه ثمانية موجودين ومتوزعوا ما زالوا زوز أماكن اللي كتل لبعرمتها مجموعة تغير المنتمين الغير المنتمين اللي نعرفه اللي البرح عاملوا انتخابات بنيتهم أو توصلوا لطريقة معناها للتعامل وخرجوا زوز السماء اللي ما زالت نقصها بالنسبة لغير المنتمين تنزيدنا عايتولهم خاتر كانوا بحثنا غير المنتمين في شخص سيشام حسني تنزيدنا عايتولهم نشوفوا شنو أقترحوا على رواحهم وين وصلوا في علاقة بذلك تركيبة مكتب المجلس تتكون مبدئين من ثمانية نواب مساعدين للرئيس في انتظار استكمال تركيبة المجلس بتقديم مجموعة من المنتمين لمترشحين سلب مكتب ولي عضوية مختلف اللي جان من أجل أقصى يوم الجمعة في علاقة بمكتب المجلس وفما غير المنتمين اللي بشي قد مزوص خطتين نائب مساعد للرئيس مكلف بالإصلاحات الكبرى وخطة نائب مساعد للرئيس مكلف بشؤون النواب هذو ما بشكونوا من غير المنتمين موخ الهدرة تواسية ضافر بشتخلت وتخدموا بمجلس المكتب هكا وإلا لا هكا هل هو فعلي وناجع ومسهل وهكا باهي بالنسبة لكم هذا ما أفضل هو النظام الداخلي ما أفضل هو النظام الداخلي العشرة موجودين في مكتب المجلس مع السيد الرئيس ونائب الاثنين لدينا مكتب مجلس فيها فيه 13 ستة كتل موجودين غير المنتمين الموجودين الكتل الأكبر خذيت أكثر حساس كما غير المنتمين مجموعهم كبير وخذيهم المقاعد متعهم وكل كلام الحقيقة يتقال أن حصتهم كانت مفروض يأخذوا أكثر أو أقل الحقيقة فما التطبيق كامل حسب رأي للنظام الداخلي موش رأي ماذا مش رأي هما يقول وحنا تسعة وثلاثين هما يقول وحنا تسعة وثلاثين نجم نحكي لك وجهة نظر وجهة نظر مجلس نواب الشعب في مية وستين عنا سبعة نواب معناها مش موجودين هل معقول نحس ندخلوه في الحساب مش معقول دكوردو لونك اليوم عنا مية واربعة وخمسين عنا زمينا نايب اللي اليوم معناها مسلوب إرادة هل أنه معقول هو مزال مزال مختارش مزال ما عندوش القدرة يختار وحنا نحسبوه وحنا نحسبوه مستقلة غير منتمي هاته وصلنا ثمانية وثلاثين سيد رئيس مجلس النواب الشعب مصف موصلني أنه هو لا يحب ينتمي الكتل ولا يحب يكون موجود مع غير المنتمي مثلا عملوا اجتماع البار وعملوا انتخابات هو ما كانش موجود فيه معناها سيد رئيس مجلس النواب الشعب يقول لك يا أخوي أنا خرجوني متجاذب هذا أنا رئيس المجلس الكل تخبتوني الناس الكل فالحساب هو سبعة وثلاثين دعينا نرجع تقول لراسيو لماذا تقسمي على سبعتاش مر سبعتاش اليوم عنا مية واحد وستين أنا عشر مقعد على عشرة دونك سبعتاش فاصل واحد يخير مش قتلي عنا مية وسبعة وخمسين ما أنت الحساب أي الحساب يصير الهني على مية واحد وستين على مية واحد وستين بالطبيعة احنا الكورام الكورام اليوم لازم واحدة وثمانين ما عمول بيدو على مية واحد وستين حكا كتولي تونس والي شعب تونسي ما هو الشير بريهونتية فانت هو بلاستهم ما زالت موجودة معنا وخير نستنى وفيهم في تسل تخبت جزئية ان شاء الله فمية واحد وستين على عشرة هي ستاش فاصل واحد هالمعقول هي ستاش أعطيني ستاش فاصل واحد إنسان ترى نعم مش معقول مش جي سبعتاش ولا جي ستاش ما جيش ستاش هو الواحد فاصل واحد شنو هذيك معنا نجي نقول لك اليوم باش تحرك انت معش الطاولة هذي بالقوة بالفرصة لازم دو فارجول كات اثنين فاصل كيف مش تعمل موجود ثلاثة يزوه نفس المنطق يعني أراه أنا ما فينش حاجة زملاء الغير منتمين مع كامل احترامتي لهم سي أنفو بروبليم لا يتطلب ندوة صحفية وهو سلبون حقنا والحكاية هذي هذا حق هو زادة عندهم قراءة أخر اليوم الغير منتمين قاعد يقول لك أنا تقريبا في روح هذه الانتخابات وفي روح هذا البرلمان أنا غير منتمي ومن أمنش بفكرة الكتل وأنا نعتبر نفسي تسعة وثلاثين دونك أنا أكبر فين الماء تمثيلية داخل هذا البرلمان حقه زادة أنا يخممهاك حقه أنا يخم لكن أنا قلت لك فما ندام داخلي وحكي نتوا بالمنطق هل أنه صلت فبدأكره هو ما أعتبره أنه حقه لكن الحقيقة سيشاب البالح كان واضح قال أحنا وصل على حد تقديرك البرلمان إلى توافق الآن بغض النظر على فكرة تطبيق النظام الداخلي أوكي تطبيق النظام الداخلي لكن هل التوافق موجود اليوم لي بدايت عمل هاد عمل ناجع هذا خطر لي في بينهم توانسا حشتهم به لكن اللي قاعد يخلطوا لهم طور ومشهر وهذا اللي أحنا ماشيين فيه الحقيقة رأوا الوقت القياسي اللي تخدم فيه النظام الداخلي والوقت القياسي كيف كيف اللي طوى قاعد تصير فيه معناها هيكلة المجلس أحنا معناها من بقى شهرين لونك لحقيقة نعتقد اللي أحنا قاعدين نمشوا بخطاء حثيثة وفي الأسبوع القادم مش تتم معناها استكمال هيكل المجلس وقاش نبدأوا في الخدمة لأنه فما ترسانة بتاع مشاريق قاعدة تستنى جاي من الحكومة فما قوانين على الرقوف ما زال معناش فكرة ويقول الرئيس أنه فما قوانين جات لك رئيس المجلس قصدي لكن ما نعرفوش قدش من القانون لا ما زالنا ما نعرفوش كنت وقعوهم القوانين معناها مفهوم لكن هل في القوانين المقترحة اليوم للتشريع سيذافر فماشي زادة بريوريتي فماشي اليوم قانون تعتبرون أنتم زادة المجلس بالنسبة لكم هو قانون أولوي خات الكتلة أنا أحكي المجلس الكل والكتلة حسب دستور البلاد الأولوية في النظر في المشاريع القوانين هي اللي تجي من عند رئيس ومبعض نقتراحات القوانين متفاهمين فيه وانتم المجلس اليوم اللي قاعدين نعيش فيها اليوم وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي فاليوم المواضيع الاقتصادية والاجتماعية هي اللي عندها معناها الكبيرة لكن كيف كيف في المسار تأسيس جديد زادة أنه موضوع المحكمة الدستورية موضوع المجلس الجهة والأقالية معناها الحاجات هذي زادة اللي باش تعاوننا باش نكمله والهيكل لأنه اليوم البلاد ما زال فما هيكل دستوري وما زال فما انتخابات لازم تصير في البلاد باش يكون عنا الشيما كامل وتنجم معناها المكينة تقدم حاجة نحب نأكد عليها رأوا اليوم مجلس نواب الشعب نايش به أنه في ظرف شهرين فقط نجح أنه معناها يكمل هيكل المجلس وقاعدين نستنى باش نبدأ الخدم لأنه هذا هو الشي اللي يستنى فيه التونسي اليوم لكن رأوا إذا كان فما تجاذب في مجلس نواب الشعب وإذا كان فما اختلاف للآراء رأوا هذك هو الطبيعي اللي لازم يكون سنو ما عادش مجلس نواب الشعب وهنا نعتقد المجلس اليوم ملون وفيه من عدة الأطياف وفيه برشة أفكار وفيه معناه إديولوجيات مختلفة نجم نقوله وهذا رأى هام جدا التونس وهام جدا في مناقشة المشاريع على القوانين اللي هي باش تنفع طوان صغير لكن سيدا فريز يجب أن تفهموا الحاجة زاد مجلس نواب الشعب هو زاد كذلك المثال الذي يحتل به في تطبيق القوانين وفي تطبيق الإجراءات والتونسي كان نقولونه مثلا ذاك الضوء الأحمر وما تحرقوش مكان شراء ونعطيك خطية هو يستنى زاد أنه مثلا بعض الأضواء الحمراء ما يخترقهاش البرلمان على خاطره هو اللي يعطي المثال تقول مثلا الغير منتمين غير منتمين يقول يا أخياتي أنشر لي أعطيني أنا اليوم البرلمان أشفيه كتل وشفيه غير منتمين منشور حقهم زاد منشور في صفحة المجلس وهذا بالنسبة اليوم عليه كلام وعليها جدل وهذا الشيء فيهم منشور اليوم نعرفوهم المية وخمستاش ونعرفوا بعضنا ما فاميش مجلس نواب يعرفوا بعضهم قد المجلس هذا تعرفش عليش خاطر مجلس نواب السابق كان أحزاب لغلبية سيحقى أنه أحزاب داخل شكون اللي يناقش باسم الحزب رئيس الحزب أو ممثل عن الحزب حزب طرق عنده ثلاثين مقعد أو أربعين مقعد واحد ولا اثنين هما اللي يناقشوا شنو اللي يجين حاجتهم بيهم شنو المكتب اليوم أحنا أفراد ما نعرفوش بعضنا أقل نيبرا وحكاهم عامية نيباخ نعرفوا بعضنا بالجداء واللي يقول لك رانا ما نعرفوش بعضنا أكثر نواب يعرفوا بعضهم هو نواب المجلس هذا والحقيقة نسمع في كلام غريب بالحق أنا نقول ما نعرفوش ما نعمت قرش بعض بكيفية كيفية قابلته بكيفية جيتكم أنكم خرجتوا كل منهم من الجلس على الأقل في البهوكة شفتوا نيس كل بعض يعني نبرا نسمعوا مثلا أنا جيني زمية تلفتكة ما نعرفوش معنى هل أنه هذا دليل أنه أنت مثلا كان جاب عنديك قائمة اسمي كيف تشوف وجهه تعرف مثلا اسمه شنو هل سيبوزي يعطيك اسمه مثلا بجنبه تصويرته الحقيقة كلام لا يستقيم كلام لا يستقيم لكن يعطي انطباع عند جزء من توانس أنه وقتلي أحنا نستنى في الإنتاج التشريعي يجينا الإنتاج بعض الأزامات انت شنو حجمك وأنا شنو حجمي وأنت تحب تحط يدك على مكتب المجلس وأنا نحب نحط يدي على مكتب المجلس ورئيس المجلس في الأثناء بما أنه طلع بها ما نقولش كلمتصفقات لكن ببعض المفاهمات داخل المجلس يحب يخلي نفس المفاهمات موجودة في مكتب المجلس بش يكون هو عنده رئاسة مرحة هذا شقعات يخل تلتوين ستحبني نقول هذا موش نحن نقول إذا كان في المجالس السابقة نستخدم بالخمسة وستة شهر بش تعمل نظام داخلي اليوم النظام الداخلي تعمل في فترة قياسية وأنه اليوم معناها 13 مارس الجلسة الأول لأنك أنت في ماي بش تبدأ تناقش في مشاريع القوانين فالحقيقة هذا راه ركور وهذا دليل على جدية المجلس هذا وجدية الزملاء الكل وجدية النواب في أنه يعرفوا شنوى اللي على عاطقهم وأنه المجلس اليوم لازموا ثورة تشريعية البلاد لازموا ثورة تشريعية بش نجم تقدنونك هذه رفا مسؤولية كبيرة على عاطق النواب وإحنا بش نكونوا قد إن شاء الله هذا ما نتمنى لكم السذافر لكن كان من المفروض على الأقل شفت كيف هاش أنه على الأقل تعطيونا نوع من رزنامة طوال اليوم هل يعقل زادا كذلك أنه تقريبا هذا ما صار من وقتش بدأ في علاقة بالانتخابات التشريعية وإلى حد الآن ما زالنا ما نعرفوش غدوة في الأيام من هنا جمعتين ثلاثة شنوى البرلمان أول القوانين اللي بش نطلق فيها هل تعتبر أنه هذا عادي برلمانة العالم الكل عندها رزنامة عندها انتومة يمكن أكثر من أي برلمان آخر من المفروض رزنامة متاكم تكون واضحة كليا هكذا كان واليوم نخرجه من الديمقراطية عليش بالطبيعة ما معناه البرلمان قبل ما يلتأم نعرفوش نوى رزنامة والبرلمان هو مزاييك واحنا فيه مزاييك شكون اللي بش يحط رزنامة هو من نواب إذا كان اليوم قاعدين نكملوا في هيكل المجلس وتوجد اليوم مكتب المجلس هو اللي بش يعدي الأولويات القوانين اللي مش تتعدى على اللي جان واللي بش تتعدى في الجلسات العام فالحقيقة اليوم كان جينا نعرفو شنو ما القوانين اللي بش يتعدىو وقتا نقول لك رو هذا الحقيقة ما هوش برلمان يمثل الشعب وما هوش برلمان ديفرسي فيك العكس اللي موجود اليوم أنك ما تعرش بل هذا يفند يفند الكلام اللي برشت قال الحقيقة على البرلمان هاو بابي علاقة بالعلام ما هوش بش يدخل هاو مش يسكر على روحه هاو برلمان الويوي هاو لون واحد هاو هذي الكل هذي الكل وراهو غالط ونأكدو وما زالت ليمين ليمات معناها بش تأكدو للتوينسة اليوم البرلمان بش يكون جدي واعي بمسؤوليته والبوتنسيال انتعى الناس اليوم اللي موجودة واللي ترشحت واللي خذت مسار انتخابي غير عادي الحقيقة أصعب من أي مسار اتعديهم معناها بيها بيتوينس فانا اعتقد انه البرلمان واضحة معناها الرؤية قدامه وان شاء الله من هنا الاخر الشهر بش نعرفوا شنوما القوانين اللي احنا ما اقول ما اقول انه الاجابة ترجع الى هيكل البرلمان بعد تنظمها والليجان وغيره ما اقول ومكتب المجلس الان لكن نرجع الى الكتلة الان الكتلة شنوها نظرتها في الاولويات مش تشريعيا فقط هل اليوم مثلا البرلمان التونسي عنده كل الامكانيات بشي يخدم فيه راحته الامكانيات ناقص وعينناها وعينناها اليوم في برلمانات اخرى تعرفوا هذا مش لينا احنا من اللي يبدأ البرلمان الحقيقة في تونس وشي هذا مش متوفر ان شاء الله في نهار منهارات الحقيقة يتوفر انه البرلمان التونسي يكون عنده مكتب ويكون عنده مساعدين ويكون عنده ناس تحضر له معناها في خنته تخدم معه باش ينجم يقادم لكن باللي موجود احنا اكيد ما ناش نخدمه ما ناش باش نقفه الكتلة الوطنية المستقلة اليوم كنا في جربة لسبوع اللي فات ونعتقد معناها عملنا زيارة ناشحة وزيارة جيدة شفنا مشينا عزينا لحقيقة اخوتنا من الامنين ومتوانسا اللي سقطوا ضحايا للهجوم اللي صار وعزيناهم ومشينا للحرارة الكبيرة ومجزرنا الغريبة وقفنا دقيقة صمت مع الامنيين وحكينا وخرجت برشا مشاكل زرنا زيارة كفيك مع نواب ازيقائنا نواب جزيرة جربة اللي هم زوزو وعملنا جولة ممتازة لحقيقة غاديكة وعوضنا نوعا ما دول الدولة غادية لانه حسب ما ما فميش وكانت حاجة ايجابية جدا ايجابية جدا طوي انا جيد كنا في اجتماع مع الوتيكا مثلا باش نزيد ونفهمه اليوم للباترونات شنو حاجتها وباش نقوم بزيارات عديد المنظمات بدينا نتحركه اليوم لحقيقة ككتلة ونعتقد هذا دور هذا دور النايب انه يحس وانه يمشي وانه يزور وانه يسمع باش غدوكة يعرف شنو ما القوانين اللي لازموا يستعملهم باش لبلادنا تتحصل حالت ساعد في ذافر صغيري نتقى رسمي باسم الكتلة الوطنية المستقلة الكتلة الان بدت تضاح نعادكم انه مع الاسبوع القادم ان شاء الله نرجع الى فكرة الكتلة خلنتعرف عليها بالكتلة بالكتلة في قناعاتها في خياراتها في تكوينها وهكا نعطي وخارطة الان بما نبدأ تضاح شوية المورة وكي كنا نقولوا راو هكا ولا هكا را يجمع باش يدوروا باش يدوروا باش يرجعوا الكتلة كانوا فهماش كون يضحك علينا ويقولنا لا كيفاش سنة ظلوا احنا وحدنا واضح جدا الكتلة تسهل عمل البرلمان وما نجم يخدم كان بالكتلة تسطور البلاد يصدر الكتلة ولذا فما برشا لحقيقة ساعات كلام مجانب للصواب شكرا لك سيضافر حظ سعيد سيدناب في انتظار أنه نرجع إلى التشريع في أقرب الأوقات ونفهموا نفهموا الأولويات